صباح الخير مستمعين الكرام تحية طيبة للجميع في عدد هذا اليوم من برنامج زيف الصباح أسعد فيه باستضافة المدير العام لصندوق الوطني للتقاعد سيد جعفر عبداللي صباح الخير سيد الكريم سعدنا كثيرا باستضافة شكرا للاستضافة صباح الخير وصباح الخير للمستمع الكريم أحييكم في البداية على جهدكم المبذولة خلال هذه الفترة ونشاطكم المرحوظ سيد جعفر عبداللي تمنىكم توفيق من الله شكرا بداية أقرى رئيس الجمهورية سيد عبدالجيد تبون رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين خلال هذه السنتين كانت انفراجة لهذه الفئة والشريحة الهامة في المجتمع الهدف هو تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة على أن تدخل الزيادات مثل ما أعلن عنه سيد رئيس الجمهورية بأوامر خلال شهر مارس الجاري ماذا ستشارعون فعليا وبالتدقيق في صب الزيادات وهل هي زيادات سنوية أم استثنائية بسم الله الرحمن الرحيم إذن هي بالفعل زيادات استثنائية زيادات العادية مكرسة بمادة هي المادة 43 من قانون 83-12 الخاص بالتقاعد إذن هذه زيادة استثنائية جاءت لتحسين القدرة الشرائية بالنسبة للمتقاعدين هي المتقاعدين ذوي الدخل الضعيف وبالتالي كانت مستثفئات منست المستفيدين من منح التقاعد يعني منح تخص الأجراء اللي مارسوا نشاط أقل من 15 سنة وكذلك كانت عدلت وهذا كامل عادوا يتحصلوا من حتى حمص من هذا السنة إذن من جنوبي 2023 تصبح ترفع إلى 15 ألف دينار جزائري ولهنا يجدر الإشارة إلى أن هذا الحد الأدنى في الماضي لم يكن إذن كانوا في الماضي الناس تستلم منح تقاعد بـ 400 ألف دينار جزائري اليوم الحمد لله حسب قرار سيدة رئيس الجمهورية ما تكون منها أقل من 15 ألف دينار جزائري وكذلك بالنسبة للمعاشات المعاشات هي تخص لمارس نشاط أكثر من 15 سنة بالنسبة للمعاشات كان الدولة تضمن حد أدنى لهو 15 ألف دينار جزائري اليوم سيدة رئيس الجمهورية قرر أن هذا الحد الأدنى أيضا يرفع إلى 20 ألف دينار جزائري يساوي الأجر القعادي المضمون من الدولة وكذلك قرر أنه حتى الفئة التي تتقاضى معاشات أو منح أكثر من 20 ألف دينار جزائري في حدود 50 ألف دينار جزائري تستفاد أيضا بزيادة تروح من 20 إلى 40 ألف دينار جزائري إذن هذه الزيادات كلها سوف تصب بإذن الله في هذا الشهر بالنسبة لصندوق لطن التقاعد اللي عنده رزنة ما يقوم يحترمها رزنة ما مضبوطة مع البريد الجزائري وتقضي بصب المعاشات أو المعاشات والمنح من 15 إلى 26 من كل شهر بالنسبة لشهر مارس وبحكم أنه سيد الرئيس الجمهورية قرر أنه كل الزيادات تستلم قبل شهر رمضان المبارك وكان حتى سيد وزير العمل وتشغيل الضامن الاجتماعي كان قال وصرح بأنه هذه الزيادات سوف تصب بين عشرة وعشرين مارس إذن لهنا ماذا بي نجيب إذا تقديم يعني توضيح بالنسبة للعشرة مارس هذه تخص المعاشات ومنح التقاعد التابعة لصندوق تأمينة الاجتماعية لغاية الأجراء لكاسنوس بالنسبة للصندوق الوطني لتقاعد المعاشات والمنح سوف تصب انطلاقا من يوم 15 مارس إلا أنه بالنسبة للمتقاعدين اللي كانوا يستفادوا منه ويتحصلوا على معاشاتهم بعد 21 مارس هذه الفئات 21، 22، 23، 24 حتى 26 رح نقدمهم بطريقة وهي بالنسبة للفئة اللي تستلم التقاعد المعاش أو المنح التقاعد يوم 21 و22 رح نصب لهم المعاش هذا المعاش استثنائيا بالنسبة لشهر مارس يوم 18 مارس وبالنسبة للفئة اللي موالفة تستلم تتحصلها المعاش تاحا يوم 23 و24 رح نقدمهم اليوم 19 مارس يستلموا المعاش تاحاهم يوم 19 مارس والفئة الأخيرة اللي هي اللي كانت تقاضاها وتستلم المعاش تاحا يوم 25 و26 في كل شهر بالنسبة لشهر مارس رح تستلموا يوم 20 مارس إذن هذه الفئات من 21 حتى الـ 26 و26 مارس رح نصب لهم المعاش تحملوا من نحتهم من 18 إلى 20 مارس يعني تم اعتماد رزنامة جديدة لسبب معاشات متقاعدة رزنامة جديدة استثنائية استثنائية فقط بنسبة لشهر مارس وكذلك نوجه نداء الفئات الأخرى اللي كانت تستلم المعاش تتحا من بين 15 إلى 20 مارس أنهم يبقوا في تواريخ تاوحهم وما يتحيروش يعني وما يتنقلوش في تواريخ أخرى اللي يموال في استلم المعاش تاعوه في يوم 15 يروح يوم 15 اللي يموال في استلم المعاش تاعوه في يوم 17 يروح يوم 17 البريد ويتحصل على المعاش تاعوه مثمن بيضا هذه الزيادات ستدخل بأثر رجعي خلال هذا التاريخ يعني بأمثلة سيد عبدالي جعفر تفضل شكرا إذن هذه الزيادات تكون بأثر رجعين طلاقا من 1 جنوبي 2023 وبالتالي في شهر مارس رحين يتحصلوا على المعاش تحهم تاع شهر مارس مثمن يعني فيها زيادة وكذلك فيها الغابال من جنوبي يعني جنوبي وفيفري تاع شهرين إذن نخذ أمثلة بالنسبة للإنسان كان يتقاضى من حتى قاعد خاطر هذه الفئة المحرومة هذه الفئة اللي كانت مضرورة وهذه الفئات في الحقيقة من ناحية العدل الاجتماعية كان إجراء يعني مثمن جدا واتلقاوه الناس يعني بفرح وارتياح كبير لأنه هذا اللي كان يتقاضى مثلا 4 ألف دينار جزائري هذا لا يعني أنه لم يعمل بالعكس فالأربع ما خدم 30 سنة أو أكثر إلا أنه ما كان رب العمل ما صرحش به هو إلا كان يخدم كما هذو اللي كانوا في الفلاح حالي سيزوني يخدموا غير في الصيف إلى أخيره إذن كانت واجهه في الماضي في الماضي في سنوات السبعينات والثمانينات كانوا واجهه صعوبات إذن باش يثبتوا ممارسة نشاط مهاني أو هو لم يدفع الاشتراكات أو لرب العمل للمكان يدفع الاشتراكات ولا يدفع الاشتراكات وبعد الأرشيف ما حفظوش عليه في الوقت ذلك لأنه احنا بالنسبة لنا كصندوق واجب علينا نحفظه على أموال المشتركين أو أموال الشعب وبالتالي من قدموش تقعد إلا على أساس بيانات تثبت أنه مارس نشاط مهاني وأنه كان هذا النشاط خاضع للاشتراكات إذن مثلا نخذه واحد كان يتقاضى من حتى قاعد بربع لاف تينار جزائري هذا الاتقاضى هذا المنحة اليوم راح ترفع المنحة تعود إلى خمستاش ناف تينار جزائري يعني يربح احتش مئة يعني مليون ومئة ألف زيادة وكذلك إذا كان هذا المستفيد من هذا المنحة عنده زوجة لا تعمل هذا يستفد أيضا من الفين وخمسمائة تينار جزائري فوق المبلغ هذا كتا 15 ألف دينار جزائري يعني يخلص مليون وسبعمائة وخمسين ناف لأنه كانت عنده زوجة كما مثال آخر مثلا واحد كان يقض الحد الأدنى انتع المعاش خدم أكثر من 15 سنة كان يتلقى معاش بمبلغ 15 ألف دينار جزائري اليوم هذا المبلغ راح يرفع 20 ألف دينار جزائري يعني عنده زيادة تا 5 ألف دينار جزائري وكذلك إذا كان عنده زوجة لا تعمل راح يدي عليها ثاني 2500 دينار جزائري لأنه في الماضي كانت 2500 دينار جزائري هذه تنقص من الفارق التكميلي اللي كانت تقدم له الدولة مثلا كان عنده معاش فقط 900 ألف دينار جزائري دولة تطلع له المعاش حتى الـ 15 ألف دينار جزائري لكنت كانت زيادة على الزوج المكفول كانت تؤخذ بعن اعتبار داخل الفارق التكميلي اليوم خرجناها من الفارق التكميلي وهذا أيضا كان بقرار من سيد رئيس الجمهورية وهذا كامل باش نحسن يعني القدرة الشرائية لهذه الفئات كي النقطة أيضا أخرى يعني اليوم عنا نحكي على التفاصيل لأنه مثلا واحد اللي كان عنده ما عنده منحة بمبلغ 14 ألف و 500 دينار جزائري اليوم من طلعه الـ 15 ألف دينار جزائري يعني رح تقول لي لي بلي يستفاد غير من 500 دينار جزائري لا إذن أيضا هناك إجراء إجراء استثنائي لأنه ثلاث إجراءات الكبيرة هي نرفع المنح إلى حد أدنى ونرفع أيضا إلى حد الأدنى المعاشات وكذلك زيادة 20 إلى 50 دينار جزائري لكن فيها بعض الإجراءات التقنية التقنية ما تكلمناش عليها بالتفصيل يعني إذن هناك أيضا إجراء يضمن حد أدنى من الزيادة اللي هو ألفين دينار جزائري يعني في الزيادات هذه الاستثنائية اللي أقرها سيد الرئيس الجمهورية مكانش واحد رح يتلقى زيادة أقل من ألفين دينار جزائري يعني نفس الوضع بالنسبة للذين يتقاضون مع الشتقاد 16 ألف إلى 20 ألف أقل من 20 ألف مثلا 19 ألف و 990 دينار هم أيضا معني بزيادة هذا أيضا مثلا واحد كان عنده معاش بـ 19 ألف و 900 دينار جزائري ما نشرح رح ينزيد له مئة دينار جزائري نزيد له عشر ألاف لا رح ينزيد له ألفين دينار جزائري يعني واللي يصبح عوض 19 ألف و 900 يصبح 21 ألف و 900 دينار جزائري انطلاقا من شهر جنفري يعني رح يديها الرابلت عميةين لف مئتين لف يستفاد أحد أدنى في زيادة هذه نسبة هذه الشريحة ربما في ذن شريحة المتقاعدين هي الأقل لأنه أو الفئة الكبرى أو شريحة الكبرى المستفيدين الأكثر هم الذين كانوا يتقاضون 3000 و 4000 دينار فقط يعني زيادة تضاعفت بخمس مرات على الأقل هي بالحقيقة ما هيش هي الفئة الكبيرة في شريحة المتقاعدين شريحة المتقاعدين نقول لك هي الفئة الثالثة من 20.000 إلى 50.000 دينار الجزائري هذه الفئة تقدر أكثر من مليون وستمائة ألف بالنسبة لصندوق الوطن للتقاعد أما بالنسبة للشريحة الأولى فهي في حدود ساسمائة ألف من المتقاعد لكن بحكم بمبدأ بمنطلق مبدأ العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية أنه حتى يكون ساسمائة ألف لرميط يتقاضا أو منها أقل من 15.000 دينار جزائري ما لازمش ننساوهم ولازم ننعيهم لهم لأنه نحصي اليوم من المتقاعد كم نحصي من المتقاعد اليوم المتقاعدين بالنسبة للصندوق الوطني لتقاعدين لعمل أجراء عندنا ما يقارب أو يفوق سملاين وربعمية ألف متقاعد نعم لأنه فئة المتقاعدين وزيادة أكيد أن تعاهدات رئيس الجمهورية ستكون مستمرة مع الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الوطني في المستقبل وإذا سمحتين زيد بارك إضافة أنه بالنسبة لزيادة هذه على ثملاين وربعمية ألف متقاعد كان أكثر من مليونين وستمية وتسعين ألف متقاعد استفادوا من هذه الزيادة يعني تقريبا أكثر من ثمانين بالمئة استفادوا من هذه الزيادة الاستثنائية هذا بلا ما نحسب المستفيدين من معاش المنتسب للكاسلوس يعني المنصرعي لهم أيضا في حدود ثمية ألف يعني العدد الإجمالي كنا صرحنا به يفوق مليونين وتسعمية وثمانين ألف مستفيد في هذا الإجراء الاستثنائي نعم بالنسبة للذين يفوقون تقاعد تحهم خمسين ألف هم يخضعون لزيادة السنوي رعادي والله هذه كانت مسألة كانت تساؤل يعني لأننا نلاحظوها في الشبكة التواصل الاجتماعي ناس بزاف يعني هذا الفئة وكأنها غاضبة من هذا الإجراء إلا أنه إجراء استثنائي جاء بهدف تحسين القدرة الشرائية لذوي الدخل الضعيف فقط هذا هو الأساس وإن شاء الله تكون فيها زيادات أخرى بناء على المادة 43 من قانون 3.8 وإن شاء الله تكون عندهم زيادة معتبار لأنه الهدف هو توفير الحماية الاجتماعية وأيضا توفير مبدأ العدل الاجتماعي الذي يعد من مبادئ الراسخة للجمهورية الجزائرية بدأ مكرس بصفة دائمة في الجزائر بحمد الله وكان ذكر به سيد رئيس الجمهورية وبتالي نحن نطبق نظام تقاعد معتمد على مبدأ الحماية الاجتماعية وهو النظام الذي يصنى في أنظمة العالم بنظام معتمد على مبدأ التوزيع نعم سيد عبدالي أيضا بين الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها خلال هذا الشهر شهر المارس الفضيل أنه تم تمكين مؤخرا لأفراد الجالية الجزائرية العاملين في الخارج سواء في وظائف أو مهن حرة الالتحاق بنظام التقاعد في الجزائر والحصول على الامتيازات التي يوفرها صندوق التقاعد وبرنامج التقاعد ككل وهذا يأتي استجابة للمطالب التي رفعها أفراد الجالية الجزائرية في الخارج لدى لقاءاتهم برئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون خلال زياراته المتعددة لعدد من الدول بالأمس دخلت البوابة الإلكترونية الخاصة بالانتساب الإرادة لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج في هذا النظام ما هي الشروط المحددة للانتساب ذن بالفعل كان هذا الإجراء الجديد اللي هو الانتساب الإرادة لنظام التقاعد الجزائري بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج وهذا كان استجابة لمطلب الجالية المقيمة بالخارج وهذا ثاني يدخل من بين العدل الاجتماعي والحمال الاجتماعي لماذا؟ لأن هذه الفئة كان فلربما فيهم أفراد اللي راهم في دول ما دوش معهم العائلته وهم وبالتالي العائلتهم ما زالوا متواجدين في الجزائر وتواجد تحوا في الجزائر بدون تغطية اجتماعية تعتبر نوع من التهميش الحمد لله اليوم صيد رئيس الجمهورية دارك هذا النقص وقرر أن يعطي لهم الحق باش يستفادوا من الحيمة الاجتماعية مثلهم مثل كل الفئات الأخرى من الجزائريين المقيمين بالجزائر إذن كان صدر مرسوم في 18 أكتوبر 2022 في هذا السياق اللي جاء تحت تعليمة يعني بناء على تعليم صيد رئيس الجمهورية وكان نفذها السيد وزير العمل وتشغيل ضمن الاجتماعي اللي قام بأعداد هذا المرسوم إذن المرسوم رقمته 22351 فيه كامل شروط وكيفيات الانتساب الإراضي وهذه الشروط هي مهيش كثيرة أولاً لازم يكون الفرد جزائري عنده جنسية جزائرية هذا يعني شرط مفروق منه جنسية جزائرية ثانياً يكون مسجل لدى الممثليات الديبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج يعني يكون مسجل بصفة عادية يعني بين قوسين مشي كما هذوك اللي رام يروحوا عايشين في ظروف غير رسمية ممش مقيمين بصفة رسمية ثالثاً أن يكون المنتسب عنده سن أقل من 55 سنة لماذا؟ ربما نفصل فيها بعد الحين إذن شرط السن هو لازم يكون أقل من 55 سنة وكذلك يكون يمارس نشاط مهني مأجور أو غير مأجور في الدولة اللي رام يقيم فيها يعني يكون عامل أجير أو يقدر يكون عنده وان كوميرس يكون عنده تجارة المهم يكون مسجل وعنده رجيست والنقطة أو الشرط الأخير هو عدم خضوع المعنى للانتساب الإجباري لهنا في الجزائر ما يكونش عنده مهوش تابع لهنا ما عندهش هنا لاصيرونس هنا في الجزائر إما مثلا يقدر يكون واحد عنده هنا أن كوميرس عنده أن كوميرس إذن ره منتسب لنظام غير الأجراء وفي الخارج يقول لك أنا نزيد نسجل باش ندي تقاعد لا هنا ما يسمحش القانون لازم يكونش منتسب لا للنظام الأجراء ولا للنظام الغير الأجراء في الجزائر ما عندهش ضمان اجتماعي في الجزائر أنا هذا ثاني أيضا من بين شروط إذن يمي شروط كثير يعني نعم بالنسبة للامتيازات قبل الحديث عن الامتيازات كيف يتم احتساب نسبة الاشتراك سيد عبدالله كيف تتم أيضا عمليات الدافع وطريقة الدافع بالنسبة للمختاربين بالنسبة للامتيازات هو في الحقيقة في امتيازين في هذا الامتساب المنتسب رح يستفاد من ناحيتين من ناحية الأولى هو أنه يوفر الحماية الاجتماعية العائلة تعوه المقيمة بالجزائر العائلة تعوه نقصد بها الزوجة والأولاد وكذلك الوالدين إذا كانوا تحت الكفالة هنا تدخل يدخل مفهوم يدخل مفهوم ذوي الحقوق يدخل مفهوم ذوي الحقوق اللي عنده من حق فلا هذا إذن والذي يستفادوا من تقطيع اجتماعية ومن حماية اجتماعية لتضمن لهم تعويض عن مصاريف العلاج وكذلك الأمومة مثلا الزوجات تكون تروح للينكلينيك باش يعني بوراكوشما بوراكوشما سوف يتكفل به بطاقة شفاء يعني رح تكون عندهم انطلاقا من تاريخ الانتساب بتاع المنتسب الفرد الجزائري واللي عنده بطاقة شفاء لتسمح لها أنها تستفاد من هذه الأداءات العينية والامتياز الثاني وهو الأهم لأنه هو اللي كان المطلب الأساسي تحومه هو أنهم يتحصلوا على التقاعد في آخر مسارهم المهاني يعني كيرجعوا للدولة الجزائرية بعد 65 سنة على الأقل تكون عندهم معاش تقاعد في الجزائر وهنايا إذن رح يكون عندهم معاش بإذن الله كيف يتم احتساب نسبة الاشتراك وعملية الدب إذن بنسبة الاشتراك فيها شرطين شرط الأول أو نقطتين نقطة الأولى هي أنه في حد أدنى للاشتراك خطر الإنسان هذا رح يصرح هو بمبلغ قاعدي لتأخذ منه هذا نسبة الاشتراك هذا المبلغ القاعدي أو هذا مبلغ الاشتراك ليصرح به يبقى رهن إيراته هو ليصرح به حنا وضعنا حد أدنى هو 54 ألف دينار جزائري 54 ألف دينار جزائري وش يمثل؟ يمثل ثلاث مرات الأجر المرجعي المعمول به في الجزائر في مختلف هذه الإجراءات الأخرى إذن الأرجر المرجعي اللي أنا نخدم به في الجزائر وهذا مكرس بقانون بقانون مالية يعني منذ 2018 هو 18 ألف دينار جزائري إذن ثلاث مرات 18 ألف دينار جزائري 59 ألف دينار جزائري الاشتراك هذا هو يدفع بالعملة الصعبة القابلة للتحويل على أساس مبلغ يعادل 54 ألف دينار جزائري على الأقل يعني يدكرار مبلغ لها 었 تقוير الذي على الأقل يسوي 54 ألف دينار جزائري يعني كمثل بالنسبة للأورو 54 ألف دينار جزائري يقارب 350 أورو 230 أورو هو المبلغ اللي يصرح به لا ي Alexander الدفع هو المبلغ المرجعي اللي يصرح به يعني الاقتطاع رح يكون على أساس 350 أورو الاقتطاع يكون بنسبة 31.25% علاش 31.25% لأنه فيه أيضا قلنا فيه امتيازين بالنسبة للتغطية الاجتماعية يعني الاسوران السوسيال لازم له 13% إذن نحيه من 31.25% 13% تروح كتعويض وكمقابل للأداءات العينية اللي تستفاد منه العائلة وحتى هو كان يكون في الجزائر في عطلة إلى آخره يستفاد من بطاقة شيفة يستفاد من أداءات العينية و18.25% هذا هو النسبة الرسمية لتخص التقاعد لتخص التقاعد حتى بالنسبة للجزائري المقيم يعني في الجزائر نسبة لتروح للتقاعد هي 18.25% إذن نقدرنا لهم نفس الشروط تقريبا نفس الشروط في كيما هو هناك مساواة نعم كينا مساواة والشروط الأغلبية منها كيف كيف إلى شرط أو شرطين وحتى هذو كان الاختلاف لأنهم هذا الفئة الجالية الجزائرية في الخارج بحكم أنهم هم اللي يصرحوا بنفسهم ولت عندهم صفة وكأنهم صفة رب العمل يعني هو في نفس الوقت باش نزيد نأكد أيضا نمدلك معلومة مهمة أيضا هو في البوابة الإلكترونية اللي راح يقدم عن طريق الإرادة تعه والانتساب تعه راح يتلقى رقمين راح يتلقى رقم الضمان الاجتماعي ورح يتلقى رقم الإنخراط كرب عمل لأنه هو اللي يصرح بنفسه وبالتالي في الحساب التقاعد تعه يخضع إلى مثل القانون المطبق بالنسبة للعمل غير الأجراء في الجزائر يعني بالنسبة للحساب المعاش تعه اللي قلنا ناخده من التصريح تعه 31.25% 18.25% تروح للتقاعد كي يلحق 65 سنة ويكون عنده 15 سنة نشاط واللي هنا أيضا نفتح قوس أنه القانون يسمح له أنه يشري خمس سنوات لهذا قلت في بداية الكلام قلت باللي أسئل حد الأقصى في السن هو 55 لماذا؟ لأنه 55 سنة اليوم باش كي يلحق 65 سنة واللي عنده عشر سنوات برك نشاط واشتراك وعشر سنوات ما تكفيش باش يتحصل على معاش لأنه التعريف المعاش في الجزائر هو أنه يكون مارس نشاط مأجور لمدة أكثر من 15 سنة 15 سنة على الأقل على الأقل وبالتالي إذن هنا لحددنا 55 سنة لكن كي يبدأ يمارس هذا أو كي يبدأ الانتساب انتعه قبل 55 سنة يبقى ماشي الانتساب إلى غاية 65 سنة يعني التصريح اليوم لازم يكون حد أقصى هو 55 سنة يكون عنده ربع 50 سنة يقدر يصرح ويبدأ يخدم المعاش تعمل إذن قلت يحسب على أفضل 10 سنوات الأجر القاعد المتوسط لأفضل 10 سنوات من الاشتراك وهنا هذا نفس الشيء الذي سيتطبق أيضا على العمال الغير الأجار هنا إجراء تبذيلي في نظام التقاعد يوجد فقط في الجزائر لأنه هناك التضامن الاجتماعي مبدأ التضامن الاجتماعي أيضا بالنسبة لي على الأقل 350 أورو حوالي يساهم 75 أورو على الأقل 111 أورو 111 أورو شهريا طريقة الدفع لأن الجالية متواجدة في الجالية الجزائرية في كل أقطار العالم كيف يتم؟ طريقة الدفع هو في الحقيقة اليوم كلش إلكتروني يعني ما فيهاش أصلا واجب التنقل إلى مصالح الصندوق الجزائري يعني الضمان الاجتماعي ولا صندوق تقاعد ولا يروح حتى المكاتب الكونسوليات كلش إلكترونية عنده بوابة إلكترونية حتى الملف اللي فيه أربع وثائق أظن هي فيها فيها نسخة من البتاقة الكونسولية تسجيل في الكونسولية الكاتب كونسولير إن كوبي فيها الصفحة الأولى لجواز السفر لجواز السفر فيها شهادة ميلاد وفيها وثيقة تثبت أنه يمارس نشاط نشاط ميهاني مأجور أو غير مأجور هذا الملف يمكن أنه حتى يقدم عفوا هذا الملف يمكن أنه حتى يقدمه بطريقة إلكترونية يعني يقوم برقمنة هذه الوثائق لنماريزازيون يسكانيهم ويدفحهم ويبقى يتبع عن طريق أين بعد بالنسبة للدفع راح يكون الدفع عن طريق بطاقة عن طريق بطاقة بنكية إن كانت بونكي إن كانت بطاقة دفع بنكي بالعملة الصعبة كل ثلاثة أشهر يعني عنده الانتساب ثلاثة أشهر كي خلاص ثلاثي يروح يدفع المبلغ تحسس شهر ثلاثة أشهر تعالى الاقتطاع يدفعه عن طريق يعني دفع إلكتروني دفع إلكتروني ولو سيستم كالنظام عالمي يعني ليسمح بتحويل العملة من دولة إلى دولة يسميه لو سيستم سويفت هذا يسمح أنه هو يدفع بالعملة الصعبة وإحنا نتلقاه في الحسابات لأن صندوق الوطاني التأمينة الاجتماعية لكناس اللي هو مكلف وعنده المهمة مهمة تحصيل الاشتراكات حتى بالنسبة لصندوق الوطاني للتقاعد إذن التحصيل وضع حسابين واحد في لابيديال واحد في لابيانا اللي تصب فيه هذا وبالعملة عملة البلد الذي يقوم فيه مواطن مقيم في اليابان لا الحسابات توعنا هي حسابات بالدينار الجزائري هو يدفع بالعملة الصعبة القابلة لتحويل وتصب في الحسابات الحسابين هذو من حسابين صندوق الكناص بالعملة الجزائرية بالعملة بالدينار الجزائري ليس بالعملة صعبة انتهى وقت البرنامج كنت أود أسألك فقط باختصار حول مشروع الرقمان لأنه من ضمن صلب استراتيجية الرئيس والله الرقمانة هي من بين الالتزامة في الرئيس الجمهورية ونحن في صندوق الوطني التقاعد كنا نعطينا أهمية كبيرة لأنه عبر طريق عن طريق هذا الرقمانة لنسهل وكامل نقرب الإدارة من المواطن بحكم أنه يقدر المتقاعد أنه يقوم يتحصل على خدمات عن بعد وهنا عندنا يعني بزاف الخدمات بما فيها الانشغالات يقدر يقدمها عن طريق أبليكاسيون موبيل تقاعد رحنا نوجده حتى يعني فعلنا هذا الخدمة أيضا أنه باش نتحقوا من اللي رح ما زالوا على قيد الحياة كأن خدمة Airface تعرف على ملامح الوجه إلى آخره يعني عنا خدمات ورح نزدنا في السرعة لباش نلبيوا يعني باش ننفذوا قرار سيد رئيس جمهورية ليقضي بي الإسراع في رقمانة شكرا جزيلا لك هناك العديد من المواضيع لم يسمح الوقت لك تضرقي إليها سيد جعفر عبدالي سعدت كثيرا المدير العام لسندوق الوطني التقاعد سعدت كثيرا باستثاثك اليوم شكرا 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 إلى اللقاء